أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة أداء السوق المصرية وتفاعلها مع الانترابات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة وخلال اجتماع لمتابعة برنامج التروحات الحكومية في البرصة أكد مدبولي أن الحكومة تهدف لاتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل البرنامج وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة مشيرا إلى ما توليه الحكومة من أهمية خاصة لتعزيز أداء البرصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها وتحسين بيئة التداول وخلال الاجتماع تم عرض دور صندوق مصر السيادي لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل في طرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البرصة المصرية اشتركوا في القناة